اشتركوا في القناة سوف يكون اول جوز في هذا الدرس بالضبط لان هذا الدرس اخترت ان نقسمه على جوش الاجزاء لان اكتشفت ان هذا الدرس بزاف دلتانية تجد فيه مشاكل ان شاء الله سوف نذكر لكم اهم المحاور اللي في هذا الدرس هذا الدرس يتقسم جوش المحاور الرئيسية لها الترتيب والمقارنة اي انه سوف يكون هو اول جوز مع الامتلة يعني غادي نحاول نعطي امتلة كتيرة نعطي امتلة من عندي وغادي نخدم معكم بعض الامتلة من الكتاب المدرسي في المحيط في الرياضية لسنة الثالثة اعدالي وبنسبة التاني فيديو غادي نحاول التأطير اللي غادي يكون هو الجوز التاني مع اعطاء امتلة وغادي ناخد حتى امتلة من الكتاب المدرسي ان شاء الله كما قلت لكم في هذا الفيديو غادي نطرق الترتيب والمقارنة وغادي نعطاء الكتير من الامتلة غادي نبدأ على بركة الله الترتيب والعمليات اش كنا نقصده بالترتيب والعمليات واشنه هو الهدف من هذا الدرس الهدف من هذا الدرس هو تحديد تحديد العدد الأكبر والعدد الأصغر لذين ا و ب عددان حقيقيا بحيث اذا كان ا ناقص ب اصغر او يساوي صفر هاد الحالة اشنه غادي يكون عندنا النتيج النتيج هو ان ا اصغر او يساوي ب اذا كان عفوا هنا اذا كان ا اصغر او يساوي ب فانها تكافئ لنا ا ناقص ب اصغر او يساوي صفر يعني كيبالينا انه هادي وهادي نفس الشي هاد هاد سطر ما هاد سطرين نفس الشي هاد هاد كتكافئ هادي يعني اشنه كيبالينا هنا اننا كنجيبو اننا اخدينا به من هاد الطرف جيل متراجحة وجدنا هاد الطرف اخر كنلاحظو ان الاشارة ديله ولت سالبة هنعطي واحدة التذكير هفون نحوضه بالنسبة ل تغيير اماكن الاعداد اذا كانت اذا كانت الاشارة سالبة في هذا الاتجاه نبغي نجيبوها من هنا حتى الهنا كترجع الاشارة موجابة يعني كتبت الاشارة كترجع موجابة اذا كانت عندنا زائد موجبنها مهنة لهنا كترجع سالبة وعدنا عوتاني كذلك بالنسبة للضرب اذا كانت عندنا الضرب بل نرجع الضرب للجهة الاخرى يصبح قسمة يصبح الضرب قسمة اذا كانت هنا قسمة يصبح ضرب اذا هنا ناقص اشارة سالبة تصبح موجابة والاشارة الموجابة تصبح سالبة والضرب يصبح قسمة القسمة تصبح ضرب يعني هذا اهم 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 اشارة اللي كان لدينا يعني يخصنا نردو البال اذا حولنا اي رقم من اي بلصة يخصنا نردو لي البال يعني هذه الاشارات يقدرهم بسبب جيلهم ما تكونش لدينا العمل صحيحة ان شاء الله مع اول مثال اول مثال عندنا هو ب تساوي 3 على 4 و تساوي 5 على 8 هادي المثال اشنو مطلوب مننا مطلوب مننا هي المقارنة بين B و A بالنسبة للمقارنة اشكا ندرو لابنين نقارنهم وبين جوج جيل الاعداد الابغين نقارنهم وبين جوج جيل الاعداد كنحاول ان ندرو الفرق الفرق بينتهم والفرق هو ممعنى كنقصو به ناقص يعني ندير في الحالة مقارنة العددين يعني هنا لابغين نقارنة ما بين A و ما بين B بالنسبة للمقارنة كنقلت ندرو الفرق يعني A ناقص B سنعود كل رمز بالرقم اللي عنده بالنسبة A لابغين 5 على 8 وبالنسبة B يعني ندرو ناقص 3 على 4 هنا كما كانت لاحظوا معي أن هنا 8 في المقام هنا 4 إذن هنا خاصنا المحد المقام توحيد المقام نحن نعرف كيف المحد المقام إذن 8 ناقص إذن نشوف واشكين شي قاسم مشترك ما بين 4 و 8 إذن بنسبة الجدول الضرب لـ 4 هنا قاسم مشترك هو 8 إذن المقام 1 سيصبح في هذه الحالة هو 8 إذن هنا 8 إذن ضربنا 4 في 2 لنحصل على رقم 8 إذن هنا كما الرقم سيصبح 3 في 2 هي 6 الرقم المحصل عليه في هذه الحالة 5 ناقص 6 نحتفظ بنفس المقام وهو 8 5 ناقص 6 هو ناقص 1 كما تلاحظون هنا فإن ناقص 1 على 8 هو أصغر من الصفر ما هو أصغر من الصفر في هذا يتبه أن A ناقص B أصغر من الصفر إذن هذه تكافلنا أننا سترجع الإشارة لنقارن الهدف هو مقارن بين A وB إذن A يعني A كرقم ناقص منها B كرقم أعطتنا واحد الرقم لهو أصغر من الصفر إذن في هذه الحالة سنقول أن A أصغر أو يساوي B كما قلت لكم أننا نجيب واحد نجيب هذا الرقم لنجيب B هنا لنجيب لنجيب مقارن لعددين لنجيب هدينا أ أصغر أو يساوي B إذن 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 فإن عند نعود 5 على 8 أصغر أو يساوي 3 على 4 إذن من سنستنتج أن 5 على 8 سنستنتج أصغر أو يساوي 3 على 4 إذن 3 على 4 هي أكبر من 5 على 8 المثال الثاني المثال الثاني هو A وB عددا حقيقيا حيث أن A تساوي 1 زائد جذر 2 مقسم على 2 زائد جذر 2 وب تساوي 4 زائد جذر 2 على 7 بين أن B ناقص A تساوي 8 ناقص جذر 8 ناقص 5 جذر 2 على 14 يعني هنا نقوم بالفرق ما بين العددين لتحديد العدد الأكبر يعني الترتيب هو نفس المقسم هو مقارنة أول حاجة نديرها قبل أن نبدأ هذه العملية هي أن نشد A كما كنلاحظ هنا أن 2 زائد جذر جوج ناقص الجذر في المقام إذن يجب أن نتخلص من الجذر في المقام ناقص 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 تخلص من الجذر في المقام لدينا A تساوي 1 زائد جذر 2 على 2 زائد جذر 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 هي مثل ا ناقص ب عامل ل ا زائد ب كما كان نعرفوا ان هذه المجد طبيقة لها ما كنت سويلين ا ا اتنان ناقص ب ا ا اتنان اذا نفس الشي بنعتبر هادي هي ا ا اتنان هي ا و جدر اتنان هي ب بك ا شنو هي ا ا ا ا ا هي ا اثنان هي ا ا اين اثنان هي ا يعني اثنان ناقص ب اي ناقص ب Some B في هذه الحالة هي جدر اثنان هيجد ا اتنان اثنان 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 هي اربعة ناقص كما كان عرفو ان الاسكن مشينا مع الجدر اذا جوج اذا الخارج العملية هو اثنان اذا هنا نكتب اثنان بالنسبة لهنا غنديرو النشر واحد في اثنان اثنان واحد في ناقص اثنان يناقص جدر اثنان وجدر اثنان في جوج هي زائد اثنان جدر جوج ناقص جدر اثنان في ضرب جدر اثنان اثنان تساوي اثنان 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 ناقص جدر اثنان زائد اثنان جدر اثنان ناقص اثنان يانا الاس يذهب مع الجدر هنا كما تلاحظون لدينا ناقص اثنان زائد اثنان جدر اثنان اذا هنا تبقى لدينا جدر اثنان هنا اثنان اثنان ناقص لا معفون زائد لانا ناقص جدر اثنان زائد اثنان جدر اثنان اذا اثنان جدر اثنان أكبر من ناقص جدر 2 ناقص 2 ناقص 2 ناقص 2 مفتح ناقص 2 ناقص 2 سنعود اذا تساوي الصفر. الخارج هنا هو اثنان جدر اثنان على اثنان. هذه هو الآن سنعود للعملية. العملية هي بي ناقص ا اذا بما هي بي اربعة زائد جدر اثنان على سبعة ناقص ا ا هي جدر اثنان على اثنان. في هذه الحالة سنوحد مقامات. المقام موحد في هذه الحالة هو اربعة عشر لكل العددين. هنا اذا اثنان عامل لاربعة زائد جدر اثنان. وهنا سبعة جدر اثنان. تساوي تمانية زائد اثنان جدر اثنان على اربعة عشر. ناقص سبعة جدر اثنان على اربعة عشر. نحن نحن ندرون في نفس المقام. اللي هو اربعة عشر. تمانية. هنا لدينا ناقص سبعة. وهنا ناقص زائد اثنان. اذا العدد اكبر هنا. اذا كان هناك اشارتان مختلفتين لعددين. نقوم بطرح العدد الاصغر من العدد الاكبر. ومع الاحتفاظ باشارة العدد الاكبر. هناك ما تلاحظون. ناقص سبعة جدر اثنان هي اكبر. هذا العدد. انسوا في هذه الحالة الاشارة. نلاحظ سبعة جدر اثنان هي اكبر من اثنان جدر سبعة. ولكن الاشارة مختلفة. لدينا ناقص هنا. هنا زائد. اذا في هذه الحالة. نقوم بطرح العدد الاصغر من العدد الاكبر. مع الاحتفاظ باشارة العدد الاكبر. وهنا اشارة العدد الاكبر هي سبعة. اذا سبعة ناقص اثنان هي خمسة. خمسة جدر اثنان. ولكن الاشارة العدد الاكبر هنا هو سبعة. اذا نحتفظ باشارته. تمانية ناقص خمسة جدر اثنان. اذا كان مطلوب منا ان نبين ان بي ناقص ا تساوي تمانية ناقص خمسة جدر اثنان على اربعة عشر. اذا اذا فان اذا نقول اذا فان عفوا بي ناقص بي ناقص ا تساوي تمانية ناقص خمسة جدر اثنان على اربعة عشر. اذا فان العملية صحيحة. ابدأ مع اول تمارين بركز ابن مدرسي المحيط لسنة الثالثة اعدادي. لدينا او بي عددان حقيقيين حيث ا ناقص بي تساوي ناقص جدر اثنان. هنا المطلوب منا المقارنة ما بين العددين او بي. اذا لدينا هنا. اناقص بي تساوي ناقص جدر جوش. لنقارن بين. او بي. ا ناقص بي تساوي ناقص جدر جوج. بالنسبة لجدر جوج هي اصغر او يساوي الصفر. من هنا نقول. ا ناقص بي اصغر او يساوي الصفر. اذا انطلاقا من هذه يعني هذه هي الاولى. هنخرجو الثانية اللي غدي تكون هي ا اصغر او يساوي بي. كما قلت لكم اننا كنغيرو موضع دي الرقم. موضع دي الرقم. كنغيرو الجهات الخراوية ان هنا عدنا عدد وهو صفر. وحنا الهدف من هذه العملية اننا نقارن بين العددين. اللي هو ا او بي. اذا ا ناقص بي هو اصغر او يساوي صفر. اه جملة بي من هنا الهنا. اذا كما قلت لكم ان الاشارة كتغير. هنا عدنا اشارة ساليبة. اذا رجعت عدنا موجبة. لو كانت عدنا الاشارة هنا موجبة. هترجع هنا ساليبة. دابا مع تاني تمرين. تاني تمرين ريكون هو تمرين الثالث في الكتاب المدرسي. نذكركم بالصفحة ليه. اربعة وتسعون في درس الترتيب والمتراجيحة. عفوا. تمرين ثلاثة هو قارن. المعضيات قارن العددين اكس وي في الحالة التالية. عمدوا مع اول عملية اللي هي اكريك تساوي خمسة على ثمانية. ويك تساوي تسعة على سبعة. اذا اشك ما قلت لكم اننا مني قم نقوم قارن وبينجو دي الاعداد. العملية اللي نقوم بها هي الفرق اي الطرح. يعني غنديرو في هذه الحالة. اي ناقص اكس. بحيث ان اكريك هو خمسة على ثمانية. وايكس وايكس هو تسعة على سبعة. اكس هو اكس هو تسعة على سبعة. وايكريك هو خمسة على ثمانية. نقوم بتوحيد المقامات ما بينك الى العددين. المقام الموحد في هذه الحالة هو ستة وخمسون. عفون. ستة وخمسون. المقام الموحد هو ستة وخمسون. ستة وخمسون. اذا هنا ضربنا تمانية في سبعة. اذا خمسة في سبعة. خمسة وثلاثون. نسبة تسعة. سبعة في تمانية. اذا تمانية في تسعة اثنان وسبعون. اذا الخارج في هذه الحالة هو ناقص ما ان اثنان وسبعون هي اكبر عدد كما قلت اننا نقوم بطرح العدد الاسغر من العدد الاكبر. ونحتفظ باشارة العدد الاكبر. اذا الخارج هو سبعة وثلاثون على ستة وخمسون. اذا ناقص سبعة وثلاثون على ستة وخمسون. هي اصغر او يساوي الصفر. اذا فان هو عدد اصغر من. فان العدد اصغر من الصفر. اذا نقول. انه. نقول في هذه الحالة بما اننا ناقص سبعة وثلاثون على ستة وخمسون اصغر من الصفر. اذا العدد اذا اكس. اذا خمسة على تمانية. اذا خمسة على تمانية اكبر. اعفون. اصغر او يساوي تسعة على سبعة. بما ان العدد سالب. اذا نحن قمنا بطرح اكس من اكريك. اذا اصغر او يساوي اكس. بما ان العدد المحصل عليه هو اصغر من الصفر. فان اكريك اصغر او يساوي الصفر. اه اعفون. اه اعفون. التانية عملية هي يساوي ناقص اثنى عشر على سبعة وعشرون. واكس تساوي احدى عشر على ثلاثة. اذا اجريك ناقص اكس. اجريك ناقص اكس تساوي. اجريك في هذه الحالية ناقص اثنى عشر على سبعة وعشرون. ناقص 11 على 3 إذن ناقص 12 على 27 ناقص قم بتوحيد المقامات قمنا 27 بما أن نقوم بالضرب 3 في 7 إذن سنضرب 11 في 7 إذن 77 كما تلاحظون هنا لدينا نصف الإشارة بالنسبة لكل الرقمين إذن 7 زائد 2 9 و7 زائد 1 8 إذن نحتفظ إذا كان لدينا في الرقمين نصف الإشارة فإننا نقوم بجمعهما مع الاحتفاظ بنصف الإشارة تنع على 27 إذن فإن هذا الرقم هو أصغر أو يساوي الصفر إذن فإن إغريك أيضا في هذه الحالة أصغر أو يساوي أصغر أو يساوي إكس الآن مع المثال الثالث المثال المثال الثالث هو إغريك تساوي مئة وواحد على مئة وخمسة وإكس تساوي ثلاثة عشر على خمسة وثلاثون المثال الثالث إذن إغريك إغريك ناقص إكس تساوي مئة وواحد على مئة وخمسة ناقص ثلاثة عشر على خمسة وثلاثون تساوي مئة وواحد على مئة وخمسة توحيد المقامات توحيد المقامات سيكون هو مئة وخمسة إذن العدد هو مئة وخمسة وهو مقام واحد ما بينك إلى العددين مئة وخمسة إذن نقوم بالضرب خمسة وثلاثون في ثلاثة إذن سنضرب ثلاثة عشر في ثلاثة إذن العدد هو تسعة وثلاثون الآن سنقوم بالطرح مئة بالطرح تسعة وثلاثون من مئة وواحد العدد المحصل عليه في هذه الحالة هو اثنان وستون على مئة وخمسة كما تلاحظون فإن العرد موجب وليس عردا سالبا إذن إثنان وستون على مئة وخمسة وهو أكبر أو يساوي الصفر إذن فإننا نقول أن Y أكبر أو يساوي X بما أن Y ناقص X أكبر أو يساوي الصفر دان الآن إلى العملية الأخيرة الآن مع آخر عملية هي Y تساوي أربعة جدر ثلاثة X تساوي ثلاثة جدر أربعة أول شيء اللي بقرنت على دين هكذا يجب لا 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 عفون لن نقوم برفعه من الأس سنحسب بعادي بطريقة عادية Y ناقص X تساوي أربعة عفون Y Y اللي هي أربعة جدر ثلاثة ناقص ثلاثة جدر ثلاثة نساوي إذن العديد الكوية هما هما نفس الجدر إذن سنحسب بعادي إذن أربعة ناقص ثلاثة الباقي هو واحد وإذن بالجدر جدر ثلاثة هو الخارج جدر ثلاثة هو عدد مجب بهعدد أكبر أو يساوي الصفر إذن فإن X ناقص عفون Y Y ناقص X وأكبر أو يساوي الصفر منه نقول أن X أكبر أو يساوي عفون 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 أخطأ Y أكبر أو يساوي X كما قلت نقوم بتغيير المكان إذا قلنا بتغيير مكان X إلى هنا سيصبح عدد موجب إذن فإن Y هو أكبر أو يساوي X شكرا على المتابعة إلى الجزء الثاني من درس الترتيب والعمليات حض موفق للجميع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا